كلمتما حضركم في أول وصية من وصية سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية هي إذا ضقت بك الدنيا فقل يا الله دائما وأبدا يقول الإنسان في كل شؤون حياته وفي كل أموره يا الله في الحل وفي الترحال في المنشط ويقول الإنسان كذلك في الرزق ويقول الإنسان كذلك في الضيق ويقول الإنسان كذلك في الهم والغم وكذلك يقول الإنسان إذا أجذبت الأرض وكذلك إلى غير ذلك من هذه الأمور الإنسان دائما وأبدا يقول إيه يا الله طيب نستخلص من هذه الوصية اليوم نستخلص من هذه الوصية إيه اللي نخذ من هذه الوصية اللي هي إذا ضقت بك الدنيا فقل يا الله نستخلص بن كسين كذلك تفتح معي ويقول ملخص الحياة إيبا هذه الوصية هي ملخص الحياة ملخص الحياة في إيه أن تقول دائما وأبدا يا الله ملخص الحياة في قول الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك أتسكي آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن ملخص الحياة في قول الله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ملخص الحياة هما طريقان الطريق الأول فاذكروني أذكركم والطريق الثاني نسوا الله فنسيهم إذن ملخص الحياة في هذه الوصية من سيدنا ومولانا رسول الله أيها السادة الأماجد أن ننتبه جيدا هما الطريقان الطريق الأول فاذكروني أذكركم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ولذلك أقول إذا أراد الإنسان مننا أن يكون ناجحا لابد عند تجهيز مشروع من المشروعات أو عند افتتاح مشروع من المشروعات وقبل افتتاحه أن يعد الإنسان دراسة جدوى أن يعد الإنسان دراسة جدوى لهذا الموضوع حتى يكون الموضوع ناجحا وحتى يكون الموضوع موفقا وحتى يكون المشروع يعني يؤتي ثماره وأكله وحتى يكون المشروع ناجحا يعني وحتى يكون المشروع دائما وأبدا في سماء دياجي ويحلق بهذا المشروع ويكون عامرا شامخا طيب أول حاجة في دراسة الجدوى بنعملها لأي مشروع من المشروعات حاجة واحدة أول حاجة أو البداية رأس المال طب رأس المال عندي إيه؟ العمر رأس المال العمر وبالتالي الإنسان إذا وظف هذا العمر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه والذي تفضل الله سبحانه وتعالى بأن أنعم عليه وكان من أهل الدنيا وقدر الله له البقاء واللقاء في هذه الدنيا لابد أن يستثمر هذا العمر في طريق الله وفي طاعة الله في الطريق الأول وهو فاذكروني أذكركم أي أن الإنسان يكون مع الله في كل حان وآن في كل زمان ومكان في كل الأوقات يكون الإنسان مع ربه متوكلا بكليته ومتجها بكليته إلى المولى جل في علاه ولذلك أيها السادة الأماجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية سيدنا ابن عباس أن سيد الوجود قال نعمتان مخبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والمعنى أن من وظف الصحة والفراغ في خيري الدنيا والآخرة فهو المخبوط أي المكافأ ومن لم يوظف الصحة والفراغ في خيري الدنيا والآخرة فهو المخبول أي الخسراء يعني الإنسان الصحة لربنا الجلدي والوقت ده والعمر أصل الوقت والعمر كما كلنا وبينا قبل ذلك مرارا وتكرار لو وظف الإنسان الصحة والفراغ في خيري الدنيا والآخرة في مساعدة الفقراء في مساعدة اليتامة في الإحسان إلى الأقارب في الإحسان إلى الجار في الإحسان إلى غير ذلك في الإحسان في كل الأمور بل ووظف الإنسان صحته لأن في كل الأمور التي ترضي المولى عز وجل وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص ويقين آه إبا فوئه المخبوط أي المكافأ ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الحياة سريعا ما تمر وهذه الحياة إنما هي اللحظات ودقائق وثواني إذا استثمرها الإنسان في طاعة ربه كان من الناجين وكان من السعداء في الدنيا والآخرة ولذلك حبيبنا يقول فيما أخراجه وأورده العلامة الترمذي وغيره أن سيد الوجود قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عمره فيما أثناه عن عمره أول حاجة عن عمره فيما أثناه وعن عمله فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل بأول حاجة عن عمره فيما أثناه انت وديت فين عملت به ايه عملت في هذا العمر ايه ولذلك يجب على كل إنسان أن ينتبه إلى هذه القضية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين